موسيقى كانت أنيسة ميرفت من شوية بتسأل وبتقول إيه بتقول لي عملت عملت شفط بطن وبطنها اختلفت أجزاءها نقول للدكتور حاتم اختلاف الأجزاء ده مرحلة تانية بتعمل إيه فنم عشان تعدل الشيب مرتان طبعا تعدل الشيب بيبقى برضو بعد التناول نظامة الغذائية الخاصة بلي فيها دهون غير مشابعة كتير جدا لطنشية الجلد وشرب المياه كتير طبعا مع استخدام أجهزة هنا الأجهزة بكتورة او الامبل ماشين زي الجيليكس الحاجات كتير جدا بيتامع على شد الجلد مع استخدام ميزي سربة بشكل معين بيعملية شد الجلد برضو يبقى لازم تدخل أجهزة الحلزة طبعا فيه ترهولات طبعا نتيجة العملية ترهولات بقى زيادة جدا فمحتاجة أجهزة تبدأ تشد الجلد وتفتيت الدهون اللي تحت الجلد كويس أفد ترجمة نانسي قنقر